السلام عليكم أعزائي طلاب الصف الثاني الثانوي القسم الأدبي نستكمل مع بعض من يورده إن شاء الله الجزء الخاص بالمنطق إحنا عندنا المادة الفلسفة والحياة فالفلسفة والحياة قسم فلسفة وقسم منطق من يورده إن شاء الله هناخد الموضوع الثاني هنستكمله إحنا كنا خدنا قياس خدنا لأن القياس استدلال غير مباشر فهنستكمل الاستدلالات وهناخد الحجة المنطقية النهاردة إن شاء الله نتناول الحجة المنطقية هناخد الاستدلال الاستنباطي أو الحجة الاستنباطية هناخد الاستدلال الاستقرائي أو الحجة الاستقرائية نماتج التعلم في نهاية هذه الحلقة يجب أن يكون الطالب قادرا على أن 1. يحلل مفهوم الحجة المنطقية 2. يوضح مؤشرات المقدمة والنتيجة للحجة 3. يطبق بأمثلة من عنده على مفاتيح الحجة المنطقية 4. يحلل الاستدلال الاستنباطي أو الحجة الاستنباطية 5. يدلل بأمثلة من عنده على الاستدلال الاستنباطي أو الحجة الاستنباطية 6. يحلل الاستدلال الاستقرائي أو الحجة الاستقرائية 7. يدلل بأمثلة من عنده على الاستدلال الاستقرائي أو الحجة الاستقرائية نبدأ مع بعض النهاردة نعرف يعني إيه حجة؟ الحجة المنطقية 7. هي مجموعة من القضايا 8. مجموعة من القضايا 9. تسمى مقدمات 9. وقضية واحدة تترتب عليها 10. تسمى نتيجة 10. تزودنا المقدمات بتبرير مقنع 11. للتسليم بصدق النتيجة 11. ناخد خط كده 12. يعني المقدمات 12. لو صادقة 13. هتكون النتيجة ايه؟ 13. صادقة 14. هتنقل من المقدمات لنتيجة 14. يبقى أنا هنا مش مقدمة واحدة 14. لا ده هنا أكتر من المقدمة 15. هنا برضو استدلال غير مباشر 15. يبقى أنا الحجة المنطقية 16. هي استدلال غير مباشر 16. زي القياس 16. يبقى الحجة هي مجموعة من القضايا 16. تسمى مقدمات 16. هترتب عليها نتيجة 17. هي النتيجة دي هتكون الحجة 17. طب تصف القضية 18. بينها ايه؟ 18. الحكم على القضية 18. فاكريني القضية اللي خدناها 18. كنا بنقول القضية صادقة 18. أو كاذبة 19. مربع عارستو 19. لما كنا بنقول القضية 19. صادقة 20. تقابل القضية 20. الأخرى بالتناقض 21. تكون ايه؟ 21. كاذبة 21. كنت بقول القضية حكمها 22. صادق أو كاذب 22. لكن أنا الحجة 22. توصف الحجة بإيه بقى 22. توصف الحجة بأنها 22. صحيحة أو غير 22. صحيحة باطلة 22. هناخد النهاردة 22. نوعين من الحجة 22. حجة استمباطية 23. حجة استقرائية 24. إمتى هتكون صحيحة أو غير 25. وإمتى هتكون 25. لها حكم تاني خالص 25. اللي هو الحجة 25. هيبقى لها حكم محتمل 26. محتملة 26. محتملة السفق أو 27. يبقى النهاردة 27. إن شاء الله 28. هنبدأ مع بعض 28. ناخد تعريف 28. هي مجموعة 29. من المقدمات 29. ترتب عليها 29. نتيجة 29. توصف الحجة 29. عكس القضية 30. تماماً القضية 30. كنت توصف بأنها 30. صادقة أو 31. كاذبة 31. أما الحجة 31. توصف الحكم 31. بتاعها 32. هيبقى حكم 32. صحيحة أو غير 32. مثال 32. مثال على 33. بما إنك حصلت 33. على شداد 34. تأدير 34. كثيرة في نشاط 34. الصحافة 34. بالمرأسة 35. إذا أنت 35. ماهر في هذا 35. ماهر في هذا النشاط 35. استنتجت إن 36. ماهر في نشاط 35. ماهر في نشاط 36. ماهر في نشاط 36. ماهر في نشاط 37. ماهر في نشاط 37. ماهر في نشاط 37. ماهر في نشاط 38. ماهر في نشاط 38. ماهر في نشاط 38. ماهر في نشاط 39. ماهر في نشاط 39. ماهر في نشاط 39. ماهر في نشاط 39. ماهر في نشاط 40. 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 ماهر في نشاط أبدأ أي معلومة لازم يبقى فيه مؤشر كده مفتاح أو الألفاظ معينة هنقولها ألفاظ يتم توظيفها لتحديد المقدمات الحجة منها الألفاظ اللي هنستخدمها في المقدمات الحجة لأن ذلك أن كونه ما يلزم عن السبب في ذلك أن في ضوء حقيقة أن بقدر ما لو بدأت بالكلمات هذه يبقى أنا الكلمات هتدل على المقدمات مقدمات الحجة في ضوء حقيقة أن الموضوع يبدأ بيها بقدر ما تبدأ المشكلة من الكلمة المفتاحية دي طب مؤشرات النتيجة المفاتيح اللي هبدأ بيها النتيجة ألفاظ تعبر عن نتيجة الحجة منها إذن لما يجي أقول استنتاج في الآخر إذن توصلت إلى المفتاح إذن توصلت الحل إذن توصلت النتيجة يبقى كلمة إذن دي تدل على مفاتيح النتيجة مؤشرات النتيجة فيه برضو مؤشرات أخرى للنتيجة من سمة وهكذا دي مؤشرات النتيجة لذا نتيجة لذلك ينتج عن ذلك لهذا السبب يترتب على ما سبق يترتب على ما سبق أنا كده استنتجت أني أنا وصلت لإيه يبقى فيه مؤشرات للمقدمة وفيه مؤشرات لنتيجة نركز ممكن أجيب في سؤال أطلب مثلا استخرج مؤشرات المقدمة استخرج مؤشرات النتيجة مثال أمثلة على الحجة المنطقية إذا تم الضغط على مفتاح الكهرباء ناخد كده ألم كده ونحدد به الإجابة إذا تم الضغط على مفتاح الكهرباء انطفق التلفاز وبالتالي يغلق التكييف الأجهزة بقى لشغالة إذن حين يغلق مفتاح الكهرباء ينطفق شاشة التلفاز والتكييف مؤشرات المقدمة هنا إيه إذا إذا اللي كانت في أول الإيه الحجة إذا دي مؤشرات المقدمة مؤشرات النتيجة استنتجت إيه إذن إذن دي مؤشر للمنتيجة إذن حين يغلق المفتاح ينطفق شاشة التلفاز والإيه والتكييف يبقى أنا عرفت إزاي أحدد مؤشرات المقدمة ومؤشرات الإيه النتيجة عن طريق ألفاظ بتدل على المقدمة وألفاظ تدل على النتيجة ناخد النهاردة بقى أنواع الحجة في حجة استنباطية وبيطلق عليها استدلال استنباطي الحجة الاستنباطية أو الاستنباطي إيه يعني بتتكون إزاي أو إزاي يحكم عليها في الحجة الاستنباطية نستدل على صدق صدق النتيجة موجودة بالفعل في المقدمات أي إنه إذا صدقت كل المقدمات نحط الخط تحت كل المقدمات يبقى هنا المقدمات لو كلها صادقة تصدق عنها أن النتيجة بالضرورة تكون إيه صادقة من المستحيل أن نسلم بصدق المقدمات ولا المسلم بصدق النتيجة ما ينفعش تكون المقدمة صادقة والنتيجة إيه غير صادقة في بينهم ارتباط بناء على صدق المقدمة تكون النتيجة إيه صادقة لو المقدمات كاذبة هتكون النتيجة إيه كاذبة وتكون الحجة هنقول عليها بقى إيه غير إيه غير صحيحة باطلة توصف الحجة الاستنباطية بأنها صحيحة أو غير صحيحة هنا الحجة الاستنباطية مش محتاجة ان انا ارجع للواقع. زي الرياضة كده. الرياضة قوانين بنطبقها على مسائل. جدول الضربة بنطبقها على حل المسألة. واحد زل واحد بتساوي اتنين. واحد زل واحد بتساوي اربعة. يبقى دي حجة زر صحيحة. مقدمات لا تترتب على النتيجة. امثلة على الحجة الاستنباطية. مثال هنا مقدمتين وايه? ونتيجة. كل الطلاب كل الطلبة في الصف الثاني الثانوي يدرسون لغة انجليزية. خد بالك دايما ان المقدمة الاستنباطية بنطقل من العام من العام الخاص. يعني لازم تكون المقدمة الاستنباطية ببدأ بالعام. في حالة هنقولها في حياتنا اليومية بنبدأ بالنتيجة. هنقولها بعد شوية ان شاء الله انه ممكن فيه مثال يبدأ بالنتيجة. يعني المثال هنا جماعة. المثال هنا بيقول كل الطالبة في الصف الثاني الثانوي يدرسون اللغة الانجليزية. محمد طالب بالصف الثاني الثانوي. اذا محمد دا يدرس اللغة الانجليزية. هنا الحجة استنباطية. لانها بدأت بايه? بدأت بكل. كل الطالبة في الصف الثاني الثانوي يدرسونها لغة الانجليزية. هنا حق معام. ومحمد من الطلاب اللي في الصف الثاني الثانوي. في لازم هنا زي ما اخدنا في القياس ان حاجة تربط بين المقدمتين. هنا في حد في الصف الثاني اتقررت في الايه? في المقدمتين. عشان تربط بين المقدمتين. اذا محمد يدرس اللغة الانجليزية. الحجة هنا صحيحة. لانها تلزم النتيجة تلزم عن المقدمات. مستمدة من المقدمات. امثل على الحجة الاستنباطية. مثال تاني. كل الفلسفة حكمية. سكرات فيلسوف. اذا سكرات حكيم. نركز كده في السؤال ده. في المثال ده. انا هنا لما اجي اقول حجة استنباطية ولا حجة استقرائية. هحكم عليها. انا انا هنا بقول كل الفلسفة حكماء. والمقدمة التانية سكرات فيلسوف. اذا سكرات حكيم. هنا حجة استنباطية. انا بدأت بحكم عام. وانتقلت ايه? لنتيجة ايه? خاصة. انتقلت من العام للخاص. وهنا الحجة مستمدة من المقدمات. كل الفلسفة حكماء سكرات فيلسوف. اذا سكرات ايه? حكيم. حجة صحيحة? او صحيحة. لانها مستمدة من المقدمات. لو انا قلت هنا اذا اذا اجيب اي اسم غير سكرات وحطه في النتيجة وهو غير موجود في المقدمات. اقول مثلا افلاطون حكيم وهو مش موجود في المقدمات. يبقى هنا حجة غير صحيحة. لان لازم تستمد من المقدمات. ما جبشي حاجة خارجة عن المقدمات. يبقى المثال السابق. رقم واحد. ومثال رقم اتنين. الحجة صحيحة. لان النتيجة مستمدة بالضرورة من المقدمات. اي من المستحيل ان نسلم بصدق المقدمات ولا نسلم بصدق النتيجة. دي الحجة الاستنباطية. مثال رقم تلاتة. لازم المنطق ناخد عليه امثلة. نطبق بها الحكم على القضية الاستنباطية. الحجة الاستنباطية. المثال رقم تلاتة. فاروق الباز عبقري. ناخد بالنا هنا انا بدأت بايه. فاروق الباز عبقري بين قصين نتيجة. كل العلماء عباقرة مقدمة اولى. فاروق الباز عالم مقدمة تانية. المثال ده انا بدأت بالنتيجة بس هي حجة استنباطية. لان انا هنا بدأت بالكل. بحكم عام. ناخد بالنا كده من المثال. المثال هنا بيقول فاروق الباز عبقري نتيجة. والمقدمة الاولى او الاولى هتبقى كل العلماء عباقرة. المقدمة التانية فاروق الباز عالم. اذا فاروق الباز صعب قريب. في حياتنا اليومية سعب بنقول النتيجة في الاول. بعد كده نستنتج منها المقدمات. بكده في حياتنا اليومية. مثال رقم اربعة. البرتقال غني بالفيتامينات. نتيجة. كل الفاكهة غنية بالفيتامينات. مقدمة واحد. البرتقال فاكهة مقدمة ثانية. هنا شكل المقدمات جات بعد النتيجة. بس المقدمات هنا مقدمات تلزم عنها النتيجة مرتبطة بالنتيجة ولا تختلف عن النتيجة. لا مرتبطة بها. مستمدة منها. مستنتجة منها. يبقى ده هنا حجة استنباطية. وهنا بدأت بالعام كل الفاكهة غنية بالفيتامينات. دي المقدمة وعقام ايه الاولى. مقدمة الاولى. المقدمة التانية البرتقال فاكهة. استنتجت منها ان البرتقال غني بالفيتامينات. يبقى هنا لا لاحظ ان الحجج صحيحة في المثالين تلاتة واربعة على الرغم من ان النتيجة جاءت في البداية وليست في نهاية الحجة. هذا ما يحدث في الحجج التي نستخدمها في حياتنا اليومية. مثل رقم خمسة. اذا ارتفعت نسبة البطالة ستزداد الجرائم في المجتمع. ده المقدمة الاولى. المقدمة التانية لم ترتفع نسبة البطالة. اذا زادت الجرائم في المجتمع. هنا انا ديت قعدة. اذا ارتفعت نسبة البطالة ستزداد الجرائم. لم ترتفع نسبة البطالة اذا زادت الجرائم. المثال التاني. المثال الاولاني ده رقم خمسة. الحجة فيها صحيحة ولا غير صحيحة. عايزين ناخد بالنا. رقم خمسة. السؤال رقم خمسة هنا. الحجة هنا هتكون صحيحة ولا غير صحيحة. السؤال بتاع المثال. عايزين نستنبت هنا الحجة الاستنباطية هنا. النتيجة مرتبطة بالمقدمات رقم خمسة. لا. يبقى الحجة هنا غير صحيحة في السؤال. في المثال رقم خمسة. لو خدت سؤال على رقم خمسة وسألنا. هتكون الحجة هنا استنباطية. يقينية? يقينية السدق? ولا غير يقينية? غير يقينية يعني غير صحيحة. يبقى هنا غير يقينية. غير صحيحة باطلة لانها غير مرتبطة بالايه? بالمقدمات. النتيجة غير مرتبطة بالمقدمات. كانت المفروض النتيجة. اذا لم تزيد او لم تزداد الجرائم في المجتمع. لم تزداد الجرائم في المجتمع. المثال رقم ستة. كل الاعشاب مفيدة. الريحان عجب. اذا السمك مفيد. هنا فيه خطأ برضو. خطأ ايه? ان النتيجة غير مستمدة من المقدمات. هنا المثال رقم ستة. كل الاعشاب مفيدة والريحان عجب. اذا كان المفروض ان النتيجة تكون اذا الرحان مفيد. لكن هنا الحد سمك او السمك هنا ده موضوع القضية فهو موضوع النتيجة. ده غير ايه? غير مستمدة من المقدمات. فهنا الحجة الاستنباطية غير صحيحة لان جيه في النتيجة حد غير مستمدة من ايه? مقدمات. غير مرتبط بالمقدمات. النتيجة غير مرتبطة بالمقدمات. المثالين السابقين خمسة وستة. الحجة غير صحيحة باطلة لان النتيجة نتيجة الحجة لا ترتبط من لا ترتبط او لا تترتب على المقدمات. لا تستمد من المقدمات. يختلف الاستدلال الاستقرائي يعني الاستدلال الاستنباطي في القاتة. نركز في الجدول كده. الاستدلال الاستنباطي. احنا خدنا الاستدلال الاستنباطي ان هو الجزء التاني من الجدول. خدنا ان هو النتيجة تتقرر. تقرر ما تقرره المقدمات. نركز كده في الجزء تعال الاستنباط هنا. النتيجة تقرر ما تقرره المقدمات. يعني مستمدة من المقدمات. المعلومات التي تتضمنها النتيجة. معلومات الحجة الاستنباطية او الاستدلال الاستنباطي نتيجته. لا تتجاوز تلك التي تتضمنها المقدمات. يقينية الصدق. اه. اقدر احكم عليها بانها صادقة مية في المية. اذا صدقت كل الايه? المقدمات. كل. لان انا بنتقل من حكم ايه? من قضية كلية الى ايه خاص. بنتقل من الكل الى ايه? الجزء. الاستنباطية تكون صحيحة او غير صحيحة. الحجة الاستنباطية لا تتأثر سلبا او ايجابا. لا تتأثر باضافة مقدمات. ايجابا او سلبا. لا تتأثر. لان هي حكمة يقينة. صادق. صحيح. الحجة تكون صحيحة ولا تتأثر باضافة مقدمات. لا تحتاج لاضافة مقدمات. طب. نجي لجزء الاولاني بقى. الاستدلال الاستقرائي او الحجة الاستقرائية. نتيجتها. نتيجة الحجة الاستقرائية او نتيجته. نتيجة الاستدلال الاستقرائي. عكس الاستنباط تماما. نتيجته تقرر اقصر مما تقرره المقدمات. هي مرتبطة بالواقع. الاستدلال الاستقرائي او الحجة الاستقرائية مرتبطة بالواقع. ودايما الواقع محتمل محتمل ان هو تكون صحيح او محتمل ان هو تكون غير ايه صحيح محتمل الصدق او الكذب لا تعطي لا تعطي حكم يقيني يبقى النتيجة تقرر اكتر من المقدمات المعلومات التي تتضمنها نتيجته تتجاوز تلك التي تتضمنها المقدمات يعني المعلومات اللي في النتيجة اكتر من المقدمات نتيجته محتملة محتملة الصدق او الكذب النتيجة بقى نحط خط هنا الاستقرائية محتملة ترجحية في مصطلحات هنا ممكن ايه نقولها النتيجة في الاستقرائي محتملة او ترجحية لا تصل الى اليقين لا تصل الى اليقين يعني ايه ما اقدرش اقول ان الاستقرائي صحيح او غير صحيح ما اقدرش اقول ان هو يقيني حجة محتملة ترجحية قد تكون ترجحية قوية الصدق او ضعيفة الصدق محتملة الصدق او محتملة الكذب لا تصل ابدا الى اليقين الحجة الاستقرائية لا تكون صحيحة او غير صحيحة الجزء ده مهم جدا وهنطبقه على امثلة الحجة الاستقرائية تتأثر اه حط خط هنا تتأثر اجابا او سلبا باضافة مقدمات جديدة يعني ممكن الحجة لو ضفت مقدمات تخلي الاحتمال قوي اجابا ولو ضفت مقدمات تخلي الاحتمال سلبا ضعيف المقدمات تكون ضعيفة وتخلي النتيجة ايه اكتر ايه محتملة الكذب سلبا ناخد امثلة على الحجة الاستقرائية مثال رقم واحد معظم الطلبة في الصف الثاني الثانوي يدرسونها لغة الانجليزية ناخد بالنا هنا احنا قلنا معظم معظم ده بنتقل من الايه قضية الجزئية فاكريني القضية الجزئية لما كان معظم وبعض وقليل من كثير من معظم يبقى القضية الحجة الاستقرائية بنبدأ بحكم جزئي بس هل جزئي بيدل على الاغلبية ولا جزئي بيدل على الاقلية ناخد بالنا لو انا قلنا معظم غالبية يبقى هنا الحجة تميلة الى الايه محتملة قوية الصدق لكن لو قلت قليل من بعض قليل منه بعض يبقى هنا محتملة ضعيفة لكن معظم وغالبية محتملة قوية تشير الى فئة اكبر لكن برضو مش فئة مش فئة كلية معظم الطلبة في الصف الثاني السنوي يدريسونها اللغة الانجليزية المقدمة التانية محمد طالب بالصف الثاني السنوي اذا محمد من المرجح نقض خط كده من المرجح هنا الحكم ايه؟ احتمالي من المرجح ان محمد يدرس اللغة الانجليزية مثال رقم واحد ملحوظة عليه اذا صدقت المقدمات فنتيجة الحجة تكون مرجحة مرجحة الصدق هنا الحجة الاستنباطية مرجحة لا تصل الى يقين لان النتيجة محتملة محتملة الصدق مرجحة لا تصل الى درجة اليقين عكس الاستنباطية بس هنا مرجحة ايه؟ قوية قوية الصدق المسال التاني قليل من العمال اه قليل انا لسه ايه لا قليل يبقى هنا مرجحة ضعيفة قليل من العمال مرقلصون في عملهم المقدمة التانية عادل عامل اذا من المحتمل ان عادل لا يقلص في عمله هنا المحتمل ان عادل لا يقلص في عمله هنا المسال بيدل على حجة استقرائية اذا صدقت المقدمات فنتيجة الحجة تكون ضعيفة ضعيفة لان النتيجة هنا محتملة للصدق لا تصل الى اليقين وناخد بالنا ان الكلمة ان الصور بتاع قضية المقدمة الاولى صورة المقدمة الاولى وقليل من خلى الحجة هنا ضعيفة لان عدد ايه قليل لكن معظم وغالبية هي برضو جزئية بس جزئية تامير الى القوة قوة الايه القضية لكن الحجة الاستنباطية بنقول كل 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 الطلاب حاضرين والمقدمة التانية مثلا في الحجة الاستنباطية تكون محمد طالب اذا محمد حاضر يبقى الحجة الاستنباطية بنبدأ من الجزء الى الايه الى الكل مثال على الحجة الاستقرائية مثال رقم تلاتة يقدم مركز اللغات اه مركز اللغات بجامعة القاهرة يقدم مركز اللغات بجامعة القاهرة مقررا واحدا منهج واحد مثلا منهج واحد في اللغة الايطالية زي كرصات اللغة الانجليزية فيه كرصات كتيرة جدا كرصات اللغة الايطالية فيه كرصات كتيرة جدا على جامعة القاهرة مثلا مركز بيقدم مقرر واحد في اللغة الإيطالية ده المقدمة الأولى المقدمة التانية مازن يدرس مقرر اللغة الإيطالية بمركز اللغات بجامعة القاهرة إذن مازن يجيد اللغة الإيطالية هو هنا بقى خلاص يجيد اللغة الإيطالية هنا حجة استقرائية إيه؟ حجة استقرائية منخفضة منخفضت نتيجتها منخفضة ضعيفة ضعيفة الصدق محتاجة نرجع بقى للجدوة تتأثر بإضافة مقدمات الجزئية دي محتاجة من مقدمات عشان أقدر أقول أنه هو يجيد اللغة الإيطالية يجيد يبقى هو خط مجموعة كورسات مش مقرر واحد ولكن إذا أضفنا إذا أضفنا مقدمات للحجة الاستقرائية مثلا لو قلت مازن متزوج من امرأة إيطالية يبقى هو بيمارس اللغة الإيطالية في حياته اليومية مازن يسافر إلى إيطاليا كل عام برضه بيمارس اللغة الإيطالية في حياته مازن يسمع اللغة الإيطالية السمع مهم جدا نلاحظ أن في هذه المقدمات إضافتها تؤثر سلبا أو إيجابا في نتيجة الحجة تؤثر إيجابا أن يتخلي الحجة قوية أو السلبة أن يتخلي الحجة ضعيفة يبقى الحجة الاستقرائية تتأثر بإضافة مقدمات ده ينطبق على المثال الرقم 3 لأن المثال هنا كان ضعيف ومحتاج المقدمات تؤكد صدق القوية قوة صدقها أو ضعف بإيجابا الآن الاستنباط ناخد مثال على الاستنباط إذا حصل محمد على أقصر من 90% من أصوات القارئين سيفوز بجائزة أفضل رواية حصل محمد على أقصر من 90% من أصوات القارئين إذن سيفوز محمد بجائزة أفضل رواية هؤلاء هنا ادي القاعدة عامة يعني إذا حصل على 90% أقصر من 90% ده مؤشر عام حصل على أقصر من 90% إذن سيفوز محمد بجائزة أفضل رواية هنا قضية الحكم هنا إن الحجة الاستنباطية حجة صحيحة ولا غير صحيحة هنا ما فيش محتملة إن الحجة الاستنباطية صحيحة أو غير صحيحة إن الحجة مستمدة من المقدمات ترطب بالمقدمات تلزم عن المقدمات تبقى حجة صحيحة نلاحظ إن في هذه الحجة إنها صحيحة ونتيجتها يقينية نرجع هنا للحجة الاستنباطية أو يقينية يقينية يعني مؤكدة لأنها مستمدة من المقدمات ولكن إذا أضفنا إذا أضفنا المقدمات التالية نفترض مع بعض كده إن إحنا لو أضفنا مقدمات مثلا محمد لا يجد الكتابة بصيغة لغوية صحيحة مثال تاني هناك أصوات كثيرة ترفض التصويت لمحمد لو أنا ضفت المقدمات دي هتأثر في النسيجة هو خد النسبة خد أكتر نسبة إن هي نسبة 90% فأنا مش محتاجة مقدمات تانية هو خلاص حصل على النتيجة مهما ضفت مقدمات هو خد النسبة اللي تؤكد إن هو فايز بالنتيجة لا تتأثر بإضافة مقدمات يبقى أن نلاحظ إن هذه المقدمات إضافتها لا تؤثر سلبا أو إيجابا في نتيجة الحج خلاص هو جابت 90% فهو كده فايز بالنتيجة فايز بالجائزة أحسن إيه رواية إذن فرق بين الحجة الاستقرائية والحجة الاستنباطية إن الحكم بتاعنا في الاستنباطية يكون يقينية الصدق لا تتأثر بإضافة مقدمات النتيجة لا تقرر أقصر من المقدمات عما الحجة الاستنباطية تتأثر بإضافة إيه مقدمات نبدأ مع بعض تطبيقات سأركم واحد اختر الإجابة الصحيحة مما يلي معظم اللاعبين في فريق قرط القدم مبدعين ده كده المقدمة المقدمة الأولى المقدمة الثانية محمد لعب في فريق قرط القدم لذلك من المحتمل نحط خط بقى من المحتمل دي النتيجة نتيجة الحج لذلك من المحتمل إن محمد مبدع يطبق هذا المثال ألف استدلال مباشر به الحجة الاستقرائية جيم الحجة الاستنباطية دال التعميم الإحصائي نفكر كده في السؤال ده نرجع ما نأكد على السؤال هنا بعد ما نفكر كده السؤال هنا حجة إيه حجة استقرائية لأنها محتملة حجة استقرائية لأننا هنا بقول مقدمات تدل على النتيجة هتكون محتملة الصدق محتملة قوية السؤال التاني كل الحيوانات تتنفس ده المقدمة الأولى المقدمة التانية النمور من الحيوانات إذن النمور تتنفس يشير هذا المثال إلى حجة ألف استقرائية يقنات الصدق به استقرائية احتمالات الصدق جيم استنباطية احتمالات الصدق ده الاستنباطية يقنات الصدق نرجع كده نشوف الحجة هنا استقرائية ولا استنباطية الأول كل يبقى هنا كل الحيوانات تتنفس الصور قضية كلية يبقى هنا استنباطية كلية أنا بدأت من المقدمة الأولى كلية يبقى هنا استنباطية لو بدأت بمعظم أو قليل تبقى استقرائية استقرائية لو بدأت بمعظم قليل قضية بزئية هنا قضية كلية يبقى استنباطية النتيجة مرتبطة بالمقدمات مستمدة منها يبقى يقينية الصدق يقينية الصدق النتيجة مرتبطة بالمقدمات يبقى هنا استنباطية يقينية الصدق السؤال اختر الإجابة الصحية مما يلي كل المدرسين حاضرين علي مدرس إذن علي حاضر يطبق هذا المثال ألف الحجة الاستنباطية به الحجة الاستقرائية جيم التعميم الاستقرائي ده التقابل بين القضايا نرجع كده هنا ونقول أفرق إزاي هنا حجة ولا تعميم ولا تقابل بين القضايا لا هو مش تعميم هناخل التعميم الحلقة القادمة إن شاء الله هناخده بالتفصيل يعني هنا بقول هو تحج استنباطية ولا حج استقرائية ولا تقابل بين القضايا تقابل بين القضايا ده كان بين قضية واحدة استدلال مباشر فأنا هستبعد التقابل بين القضايا وهستبعد التعميم كمان أنا هنا بين الحجة الاستنباطية والحجة الاستقرائية السؤال هنا قضية كلية برضو كل المدرسين حاضرين المقدمة التانية علي مدرس إذا أنا علي حاضر هنا حجة صحيحة يبقى حجة استنباطية إذا حصل يوسف على أكثر من 85% من أصوات الأعضاء سيفوز بمنصب مجرل نادي يوسف حصل على أكثر من 85% من أصوات الأعضاء إذن يوسف سيفوز بمنصب رئيس النادي يشير هذا المثال إلى حجة حجة ألف استنباطية يقنات الصدق به استقرائية يقنات الصدق جيم استقرائية احتمالات الصدق دال استنباطية احتمالات الصدق هنا أنا هنا بقول حصل على أكثر من 85% إذن يوسف سيفوز بمنصب رئيس النادي يبقى هو طبق خد النسبة فهو مش هقدر أضيف مقدمات مش هقدر أضيف أي مقدمات تتأثر بالنتيجة النتيجة هنا صحيحة يقينية صادقة يبقى هنا استنباطية يقنات الصدق لا تتأثر بإضافة مقدمات الحجة صحيحة لأنها مستمدة من المقدمات ناخد باننا من المثال ده البولتي سمك له زعانف ده المقدمة الأولى المقدمة التانية البولي سمك له زعانف المقدمة التالتة المكريل سمك له زعانف إذن من المحتمل أول ما نلاقي من المحتمل كده يبقى أنا عرفت نوع الحجة إذن من المحتمل أو من المرقح لما لقي أي منهم إذن من المحتمل أن كل الأسماك لها زعانف جي يطبق هنا كده اللفظ من المحتمل ويدشير إلى الحجة يطبق المثال السابق الحجة ألف استنباطية يقينة الصدق به استنباطية نتيجتها تتجاوز المقدمات جيم استقرائية يقينة الصدق دال استقرائية نتيجتها تتجاوز المقدمات ناخد بالنا كده معا لأن البدائل فيه ساعات بدائل بيكون أصلا غير صحيحة منفعش أختارها أنا أستبعدها أصلا هو رقم به فيه حاجة استنباطية نتيجتها تتجاوز المقدمات لا به هنا غير صحيحة لأن استنباطية لا تتجاوز المقدمات نتيجتها لا تتجاوز المقدمات يبقى هاستبعد به أنا هنا من المحتمل نتيجة الحجة هنا ادتني مؤشر إن هي حجة إيه بتنتقل من الإيه من الجزء لكل بدأت بأجزاء بمقدمات حتى أصل إلى النتيجة النتيجة هنا محتملة لا تصل إلى اليقين تبقى حجة إيه استقرائية يبقى أول حاجة هي حجة استقرائية فأنا هاختار استقرائية رقم جيم استقرائية يقنية الاستقرائية الاستقرائية محتملة استقرائية غير يقينية هاختار إيه دال يبقى رقم جيم غلط ورقم ألف غلط ورقم بي غلط أنا هاختار رقم دال لأن هنا الحجة استقرائية نتيجتها مفروض تكون محتملة استقرائية فهنا ما فيش في الاختيارات محتملة في حاجة تانية تتجاوز المقدمات نتيجتها بتجيني معلومات أكتر من المتضمن في المقدمات نتيجتها تتجاوز المقدمات يبقى هنا استقرائية نتيجتها تتجاوز المقدمات النتيجة هنا كلية تبقى المهندسين متفوقين أحمد مهندس إذا من المرجح أن أحمد متفوق يطبق ذلك المثال حجة ألف استنباطية يقينات الصدق ألقى به احتمالات الصدق جيم تلذم عن المقدمات دال لا تتأثر بإضافة مقدمات نلجح كده للمثال اللي في السؤال غالبية غالبية جيبه تشير أن القضية هنا انتقلت من الجزء من الجزء اللي ايه غالبية غالبية بس هنا حكم قوي محتملة من المرجح ناخد خط كده تحت النتيجة من المرجح يبقى هنا حجة استقرائية استقرائية بس هنا استقرائية مش موجودة في الاختيارات بس فيه معنى ليها هنا هي احتمالية الايه الصدق رقم به هنا استقرائية مش موجودة في البدائل بس معناها المعنى بتاعها موجود احتمالات الصدق الاختيارات اللي موجودة كلها بتشير الى استنباطية الف استنباطية الصدق المثال هنا بيدل على الحجة استقرائية جيم تلزم عن المقدمات جيم برضو بتشير الى حجة استنباطية دال لا تتأثر باضافة مقدمات من اللي هي لا تتأثر باضافة مقدمات اللي هي الحجة الايه استنباطية يبقى رقم دال بيشير الى قضية حجة استنباطية الايجابة هتكون به احتمالات الصدق لان هنا السؤال هنا حجة صحة معطياتها توجب صحة استنتاجها. دلت بمثال من عندك على الحجة المشار إليها في العبارة السابقة. الإجابة. نيجي هنا للسؤال المقالي. حجة صحة معطياتها توجب صحة استنتاجها. هنا بيشير إلى إيه؟ أنا عايزة أحدد الحجة وأجيب مثال ينطبق على العبارة. هنا حجة استنباطية. مثال كل الأدباء مبدعون. صابر أجيب. إذن صابر مبدع. هنا الحجة الاستنباطية تكون إيه؟ صحيحة. مستمدة. من النتيجة تحت الحجة مستمدة من المقدمات. لا تتأثر بإضافة مقدمات. صحيحة. يقينات الصدق. السؤال الثاني في الإجابة. أجيب عن الآتي. سؤال مقالي. السؤال الثاني في الأسئلة المقالية. احنا خدنا أسئلة تختار من المتعدد. وخدنا أسئلة مقالية. السؤال الثاني بيقول إيه في الأسئلة مقالية؟ حجة ترتبط بالواقع. وتتغير سلباً أو إجاباً. تتغير سلباً أو إجاباً. دلل بمثال من عندك على الحجة المشاركة لها في العبارة السابقة. الإجابة. أنا هنا أحدد الحجة إيه الأول؟ استمباطية أو الاستقرائية؟ ترتبط بالواقع. محتملة. ترجحية. أيوة حجة استقرائية. يبقى هنا بيعبل عن الحجة الاستقرائية. تتأثر بإضافة مقدمات. تتغير سلباً أو إجاباً بإضافة إيه؟ مقدمات. مثال على الحجة الاستقرائية. مركز اللغات بجامعة القاهرة يقدم مقرر واحد للغة الألمانية. محمد رادرس في مركز اللغات بجامعة القاهرة. إذن من المحتمل. آه لأنها حجة استقرائية محتملة الصدق. من المحتمل أن محمد يجيد اللغة الألمانية. حجة منخفضة الصدق تتأثر بإضافة مقدمات سلباً أو إيجاباً. مثال لو أنا ضفت مقدمة زي إيه؟ محمد سافر إلى ألمانيا. محمد تزوج من ألمانيا. مثلاً أنا هنا المقدمات بتجيني داعم قوي بتأكد لي أو بتأيد المعلومة أو بتنفي المعلومة. سلباً أو إيجاباً. لو أنا ضفت مقدمات هتأكد بيبقى إيجاباً. لو ضفت مقدمات هتنفيها هيبقى سلب خلاص. النهاردة خدنا موضوع مهم جداً. خدنا الحجة الاستنباطية والاستقرائية. خدنا الفرق بين الحجة الاستنباطية والحجة الاستقرائية. الحجة الاستنباطية لقناة الصدق تصب بأنها صحيحة أو غير صحيحة. لا تتأثر بإضافة مقدمات. النتيجة لا تتجاوز المقدمات. الحجة الاستقرائية تختلف عن الحجة الاستنباطية. تتأثر بإضافة مقدمات حجة محتملة الصدق أو الكذب. حجة نتيجتها تتجاوز المقدمات. تتأثر بإضافة مقدمات سلباً أو إيجاباً. شكراً. كنتم معكم. دكتورة مروة سيد عبد المنعم. معلم أول ألف فلسفة.